في تصعيد جديد أعلن الجيش الصيني إجراء مزيد من التدريبات العسكرية بالقرب من جزيرة تايوان التي تعتبرها بكين جزءا من أراضيها وفقا لبين الجيش الصيني فالتدريبات العسكرية جاءت كرادع حازم للولايات المتحدة وتايوان التي اتهمهما باللعب حيال سياسية وتقويد للسلام والاستقرار عبر المضيقة التصعيد الصيني يأتي ردا على زيارة قام بها وفد الكونغرس الأمريكي إلى تايوان بعد وقت قصير من زيارة رئيسة مجلس نواب نانسي بلوسي وهي تصرفات ترى فيها بكين اعترافا أمريكيا باستقلالية الجزيرة وخلال الزيارة تفقد الوفد الذي يتكون من خمسة أعضاء البرلمان الطايواني كما سيلتقي ممثلين آخرين عن الحكومة والقطاع الخاص الزيارة في هذا الوقت لها أهمية كبيرة لأن التدريبات العسكرية الصينية تهدف إلى ردع أعضاء الكونغرس الأمريكي عن زيارة تايوان كما تثبت زيارتهم أن الصين لا تستطيع منع السياسيين من أي دولة من زيارة تايوان كما أنها تنقل رسالة مهمة مفادها أن الشعب الأمريكي يقف إلى جانب الشعب التايواني في المقابل استنكرت السفارة الصينية في واشنطن الزيارة ودعت أعضاء الكونغرس للتصرف بما يتصق مع سياسة صين واحدة والتي تنتهجها الحكومة الأمريكية ترجمة نانسي قنقر